أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأولوية في مشروع الموزنة العامة الجديدة للدولة ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وأشار مدبولي خلال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن الأولوية حاليا هي متبع توفر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق كما طلب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول دعما للشراح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل